وجدت قصيدة كنت قد كتبتها عن خالتي رحمه الله هذه المرأة المميزة حقيقة أبوها الشيخ القاضي الحسين بن محمد النجمي قاضي بن لسمر قبل ستين سنة أما زوجها فهو الحقيقة العالم العلم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي والشيخ حافظ علم في رأسه نور والذي عايش ما شاء الله فترة قليلة ولكنه ترك الكثير من العلم حقيقة ولعل كتاب سلم الوصول ومعارج القبول والمنظومات العلمية المعروفة وقد عاش بضع سنوات يعني بعد الثلاثين يعني بعد الثلاثين ببضع سنوات يعني أربع ثلاثين تقريبا وترك هذا الكم من العلم الكبير والشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله قد يعني أعجب به أشد الإعجاب وهو أبرز طلبته مع والدي رحمه الله أيضا وزوجه ابنتها طبعا كانت الزوجة الأولى لشيخ حافظ هي بنت الشيخ القرعاوي وكانت الزوجة الثانية هي خالة آمنة بنت الحسين بن محمد النجمي توفيت قبل عوالي ثمان سنوات فالحقيقة يعني وجدت قصيدتها فأردت أن ندعو لها رحمه الله وقد قلت عند وفاتها هذه القصيدة يا رب سامح وأكرم من فقدناها يا رب واجعل جنان الخلد مثواها فخالتي هي أمي بعد والدتي فالطيب والبشر يبدو في محياها فالدين والعطف والإحسان ديدنها وذل قلب حنون في حناياها المجد من والد بالدين هذبها على الفضائل والإيمان رباها حسين والدها النجمي تعرفه قلوبهم بحكيم الشرعي آخاها قاض حكيم له في الناس منزلة من نصف قرن توارى ليس تنساها الناس تشكره بالخير تذكره بالعدل والطيب والإحسان وافاها من والد ورثت تلك الخلال وقد أضحت بنعمة ربي من سجاياها وزوجها حافظ العلم الذي عرفت وزوجها حافظ العلم الذي عرفت كل الدنى فضله بالعلم أسقاها وشيخه الشيخ عبد الله علمه وكان بين غنيمات ومرعاها طبعا الشيخ معروف أن الشيخ القرعاوي أخذ الشيخ حافظ من كان رعي غنم سبحان الله فاختاره ورأى فيه الذكاء به مواهبا ومزايا قد تبناها بالعلم والأدب السام يضيء سنا فحاج من قمة الإبداع أعلاها تعلم العلم إخلاصا لخالقه ما حاز من علمه مالا ولا جاها بعلمه يستضيء الحائرون شذا كم من نفوس بنور العلم داواها قد عاش عمرا قصيرا ثم غادرنا لكنه كم من الأسفار أسجاها يعني الكتب التعليمية تبقى تدر عليه الأجر ينهل من معينها كل من قد ذاق مجناها من عاش للعلم والتوحيد ينشره فتلك أعظم أهداف وأسماها مشاعر النور أهل العلم قدوتنا بمثلهم وطن الإيمان قد باها فهم رجال الهدى والنور في زمن عاشوا حياة عاشوا حياة معاناة وأقساها فالصبر والعزم والتصميم ديدنهم ولم نرى لهم في الناس أشباها وخالتي آزرت شيخ العلوم بما نبينا في حديث الحق أوصاها وبعد أن غادر الدنيا وقد حفظت أولادها وإله الكون يرعاها أواه يا خالتي كم بات يقتلني حزن وقد بات ناعي الموت ينعاها وخالتي إن أت عن أهلها بدنا وما كان أقربها منا وأدناها طبعا عاشت في الرياض وكانت تابعنا في الديرة ففي النجامية الغراء من شأها ونصف قرن رياض المجد سكناها في كل خطب على بعد تشاركنا مع الجميع بكل الحب تلقاها فاليوم قد رحلت لله خالقها وسوف ندعو لها وسوف ندعو لمن في القلب ذكراها يا رب فاغفر لها وارعف بشيبتها فأنت يا رب مولانا ومولاها واجبر أبا عاصم الغالي شيخ عبد الرحمن حافظ الحكمي يعرفه الشيخ أبو عمر كان معلم في معهد الملزل العلمي واجبر أبا عاصم الغالي وأسرته فأمهم أجمل الذكرى وأحلاها واجبر بناتا لها قاموا بخدمتها وقدموا من صنوف البر أسماها مهما كتبنا مهما كتبت ومهما قلت لست أفي فما ذكرت قليلا من مزاياها يا رب فاكتب لنا الفردوس تجمعنا فيها وتلك من الآمال أغلاها هذه المرأة بينها وبين زوجها في الوفاة واحد وستين سنة زوجها توفي قبلها بواحد وستين سنة رحمه الله جميع عموات المسلمين أمين الله يغفر لهم وحظهم ويجمعنا بهم في الفردوس لعلى يا ربي يا الله اللهم اعطا لهم